مجل الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين السلام ربي يصحب ألوكم أخوتي سؤالت اليوم سؤال مهم جدا كثير من ناس عندها تساؤل حوله بيقول إذا كان آدم وحوة مع قيين وهبيل هن اللي على الأرض منين إجت زوجة قيين كلنا بنعرف بالنص بسفر التكوين تحديدا الفصل الأربعة بيقول إنه قيين قتل هبيل وهرب ورحب هالبريري سرح بعدين وصل على الأرض وتجوز أمرأة من هالأرض وعاش معها وعمل نسل يعني كان في ناس غير آدم وحوة منين إجوا ومين حطهم هيدا هو السؤال اللي كتير من الأخوة بيسألوه وحتى النص واضح يعني إنه في آدم وحوة فيه ولدين ولد الله قبل التأديم من تبعيته ولد لا غار من خيه وقتله بيقول هون قيين إنك قد ترطني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها هاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني كيف كل من وجدك يعني فيه ناس غيرهم يعني إذا كل من وجدني إذا ما فيه إلى آدم حوة من يمد يوجدك ويأتلك كل من وجدني يعني فيه كتير برجع بيكمل هون الله بيقول فقال له الرب لذلك كل من قتل قاين فسبعة أضعاف ينتقى منه مين كل من قتل يعني فيه ناس عبتكون موجودة حطله العلامة الشهيرة فخرج قاين من لدن الرب وسكن في أرض نوت شرك عدن وعرف قاين زوجته امرأته وجبت له لك منين إجت هذه المرأة هذا هو السؤال السؤال إنه منين إجت هذه الفتاة اللي تزوج فيها قاين الباحثين واللهوتيين أخوتي طبعا أسموا حول الجواب إنما أنا أتبنى الجواب اللي حسيته حسب إيماني موجود رح أقلكم وفيكم كمان تشوفوا مفسرين آخرين كمان يعطوكم جواب آخر من زمان كان يقدروا لأنه الوضع كان عائلة وحدة يعني كان هذا محوى عندهم العائلة اللي منعرفها قاين وهبيل بس كان عندهم أولاد آخرين يعني الأمرأة اللي كان من زمان في دراسة بتقول اللي كان يقال عنها عاكر بعهد القديم بيكون عندها بنات ممكن يكون عندها بنات تسمى عاكر من لم تلد الذكور اللي ما عندها ولد ذكر كان يقولوا عنها عاكر لو عندها عشرين بنت تحتى تجيب الصبي بس تجيب الصبي بصيروا يقولوا إنه هيدا مرنا عاكر هيك كان أيام زمان وما يعتبروا المرأة أصلا لحد هلأ فيه مجتمعات على القرى الأرضية بعدها ما بتعبر المرأة ويمكن في قبائل ما بتسجل المرأة لأنه خلقت يعني يعني عندنا نحن بعد لهلأ كيف عم نحكي بتكوين بسفر التكوين لما الله خلق القرى الأرضية وخلق الكواكب والكون شو كان نظرة إلى المرأة ما كانت تعتبر ما كانت تعتبر المرأة وما كانت تسجل فحواء عندها نساء هلأ في البعض ودي قولتها بالنساء المذكرات بالكتاب المقدس وبالإنجيل مظبوط كانت تذكر المرأة اللي بالإنجيل من أجل رسلتها أو من أجل هدف معين حتى ينحط اسمها لأنه إلا شي معين يعني فيه هدف من وراء ذكر اسمها وحتى رحقول أكتر حتى إذا كان آدم وحواء عندهم عشرين وثلاثين وخمسين ولد أو خمس أولاد نذكر قيين وهبيل لأنه معهم صارت القصة معهم صارت التقدمة اللي الله قبله لواحد ومن قبله لتلتاني معهم صارت اللي واحد قلبه كان طاهر ونضيف واحد قلبه الشرير وصارت هالقصة بيناتهم معهم صارت أول جريمة على الأرض هذه الفكرة أخوتي مشان هيك تم تدوين أسامة معينة من أبناء آدم وحواء وما تم تدوين أسامة الباقيين يعني آدم وحواء إذا كان عندهم خمسة عشرين وثلاثين ولد وما ننسى آدم قداش عاش كمان بالفترة هذه هو حواء فجابت كثير أولاد الدراسة هون بتقول أنه بديقول ربما أنا مشان ما حدا يقول أنه موريس عبيحكي بديقول الشغل أنه يقال بالدراسة وبتفسير أنه قاين تزوج أو من أخته أو من بنت خيه من أحدى أنسباء أو بنت بنت خيه أو وهكذا يعني لأنه بنات وصبيا كانوا من آدم وحواء متزوجين بعضهم فهو أخذ أحدهن أخذ واحد منهم هي أخته هي بنت خيه هي أحدى بنات أخوته أو أولاد أخوته يعني حفيدة أحدهم تزوج من زرية آدم وحواء من زرية أخوته يعني زوج من العيلة الواحدة اللي كانت قبل وهيدا كان أمر شائع من زمان ما بطل هالأمور يتجوزوا هلقد من العيلة لمن بعد نوح لوقت حتى ما حط موسى الشرائع وكلنا بنشوف لحد هلأ بعد في ناس بتاخد من قريبينها من زرية العيلة لحد ما مصلت الكنيسة واجت وقالت إنه لأ العائلة هن مثل أخوة بنت خالك مثل أختك وبنت عمك مثل أختك تحتها صار كمان في أمراض دموية بالنص وبيعدت عن هالأمر إذن زوجة قيين هي أحد أنسبائه أو أخته أو بنت خيه أو هكذا وأخذها وراح تزوج وقعد بهذه الأرض إنما اللي كان بده يقتله هو أحد أخوته وأحد اللي بده ينتقمه لخيه هبيل لو كان خيه اللي قتله وبديقول أنا هون يا أخوتي لما قال قيين أنه هاي ابتعد عن الأرض وابتعد عن الله مش لأنه ابتعد عن الأرض هو ابتعد عن الله الخطيئة هي اللي خلته يبتعد عن الله مش أجغرافيا يعني اليوم أنا إذا بسافر لأي بلد ما بضل علاقتة مع الله هي ذاتها وبيضل بحالة النعمة بس أعمل خطيئة بس أعمل خطيئة ولو كنت قاعد بقلب الكنيسة بكون بعيد عن الله إذا أنا عباعمل خطيئة لو كنت قاعد بأي مزار قديس أنا عباعمل خطيئة أنا بايد عن الله فمش الجغرافيا اللي باعدته اللي باعد قيين عن الرب هو الخطيئة اللي عاملة وهون خلينا أخوتي نعرف أنه الكتاب المقدس منه كتاب تاريخ الإنجيل منه كتاب تاريخ إنما هيدا التفسير حتى تعطينا المعلومات تحول على القليلة هيدا الآية لش مكتوبة هكي وفسرت أنا اليوم على القليلة شوي منها إجت زوجة قيين إن شاء الله قدرت تفيدتكم اليوم وخصوصا هذه كانت فيها القصة كمان أول صرخة دم لأله يعني صرخة دم الشهيد كمان مسموع عند الله واليوم كمان عم نشوف أول إنسان دخل على السماء وهو هابيل الرب يبالك فيكم جميعا إلى اللقاء